اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أنس حساب طاقة الإسم حرف الألف حرف النار مذكر طاقته واحد سبع درجات حرف النون حرف ترابي مذكر طاقته خمسون ثمانية درجات حرف السين حرف هوائي مؤنث طاقته ستون إثنى عشرة درجة أنس اسم طاقته رقم ثلاثة طبعه ناري في مظهره هوائي في جوهره البرج من خلال الإسم هو برج القوس يناسبه برج الجوزاء الكوكب المسيطر كوكب المشتري اللون المفضل الأسود والأخطر يوم السعد الخميس الحجر المناسب الفيروز الصورة القرآنية المناسبة من خلال الإسم هي صورة المسد أسماء الله الحسنة الخاصة بشحن طاقة الإسم رقم ثلاثة يا الله يا مصور يا غفار يا فتاح يا قابض يا لطيف يا عظيم يا مجيد يا وكيل يا قيوم يا ماجد يا عفو يا نافع صفات أنس إنسان عنيد وجدي إلى درجة العدوانية في التشبث بآرائك وفرضي وجهة نظرك ذو تفكير جيد وطموحات عالية تحب العمل وتعشق الحركة تكره الروتين والسكون قيادي محب للكلام حلال مشاكل كريب عصبي ومتوتر متقلب المزاج سريع الغضب عنفواني اجتماعي حساس وغامض في بعض الأحيان متميز بآرائك ولا تتنازل عن احتلال الصدارة والمكانة الأولى في جميع أمورك حياتك العاطفية تكون متأزمة بعض الشيء ذو مبادئ عالية وأسس قيمة لكن الظروف أحيانا تجبرك على مخالفة مبادئك كثير التفكير وكثير الهموم أنت إنسان اجتماعي وتقدم مساعدات كثيرة لكل من حولك ولا تتلقى مساعدات ودعم من غيرك لكنك تتلقى انتقادات ممن حولك ولديك عدوات من المجتمع المحيط بك لديك حاسة سادسة قوية وروحانية عالية في اسمك فحاول استغلالها في جذب ما تريد تحقيقه لنفسك في معظم الأحيان لا يخدمك الحظ بل عليك بالجد والاجدهاد والمثابرة لتحقيق طموحاتك تحمل ثلاث عناصر في اسمك عنصر النار وعنصر الطراب وعنصر الهواء تكون أول مرحلة في حياتك مستقرة وثابتة تعيش فيها طفولة جيدة رغم بعض الظروف الصعبة التي قد تواجهك بسبب العناصر المتضادة وبسبب الطاقة المذكرة وتعطيك هذه الظروف دروسا قيمة في الحياة تليها مرحلة أخرى تحدث لك تغيرات كثيرة في حياتك على كل الأصعدة على الصعيد المادي والعاطفي والصحي وتكون في هذه المرحلة كذلك ذو طاقة مؤنثة تكون قد استفدت من الدروس السابقة وأخذت العبرة منها وتجنبت الوقوع في الأخطاء السالفة وهذه هي مدرسة الحياة برجك على الإسم هو برج القوس وهو برج الناري أفضل شريك يناسبه للزواج هو برج الحمل وبرج العذراء أو برج الجدي طاقة اسمك رقم ثلاثة متصل بكوكب المشتري كوكب الفرح والمرح والثراء من تأثيرات هذه الطاقات الغير مرئية على حياتك وشخصيتك أنك إنسان في أمس الحاجة إلى التعبير عن نفسك صداقاتك ناجحة لا تحب الملل والروتين إنسان كريم ومضياف طليق اللسان متفائل محب للسفر بركان من الطاقة دائم البحث عن الأشياء التي تسعدك ذو تفكير متفتح منتج وناجح وقادر على التعبير والتواصل محب للحياة وللحرية تحب المرح صادق مستقيم ذكي تسعى لإسعاد الآخرين ورسم الفرحة على حياتهم والبسمة على شفاههم صاحب رأي ومشورة حكيم في قراراتك تناسبك الأعمال التجارية وتنجح بها سريع الغضب من عيوبك أنك تنتقد الآخرين ولا تحب من ينتقدك والله أعلم إليك النصائح التي يجب عليك العمل بها عليك بشحن طاقتك بأسماء الله الحسنى الخاصة بإسمك فلذلك أثر كبير سيعود على حياتك بالخير عليك بقراءة الصورة الخاصة بإسمك فهي تعتبر بمثابة المفتاح لكل الأمور المغلقة بحياتك كما عليك بحرق ورق الغار دائما في منزلك واستعمال بخور الحرمل فله فوائد عظيمة كما أوصيك بأن لا تغفل عن أذكار الصباح والمساء وعن كثرة الاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد والتقرب إلى الله بكل أنواع الطاعات وأعمال الخير كالصدقة وبر الوالدين وصلة الرحم وقراءة القرآن وخاصة الصلاة في وقتها وكثرة التسبيح والتهليل والتكبير وتسبيح الظهراء بعد كل فريضة وعند النوم أسأل الله لكم التوفيق وسدد الله خطاكم ترجمة نانسي قنقر